هناك عبادات نعم صلوات خمس لكن ليس هناك تشدد وإلزام للناس بما لا يلزمهم هذا في مجال الصلاة وقل مثل ذلك بالنسبة للعبادات الأخرى هناك توسط في هذا الدين الله عز وجل افترض علينا الصيام شهر في السنة ولم يكن أكثر من ذلك وافترضه من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس ولم يجعله أكثر من ذلك وهذا كله من الاعتدال والوسطية بمعنى أنه لم يتركنا بدون هذا الإلزام ولم يلزمنا فيه بأكثر مما هو حد الوسطية والتوازن والاعتدال الحج وهي شعيرة عظيمة فيها مظاهر كثيرة للاعتدال لو تأملنا فيها لوجدنا أن الاعتدال أصل في كل العبادات مثلا الحج فرضه الله عز وجل مرة واحدة في العمر وهذا من اعتدال الدين ووسطيته وإلا لشق هذا على الناس ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمركم بالحج فحجوا قال رجل أكل عام يا رسول الله فلم يجبه وكررها ثلاث مرات ثم التفت إليه وقال لو قلت نعم لوجبت ولما أطقتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم أرشدت الناس إلى ترك التنطع والتشدد والسؤال الذي فيه مبالغة وهذا كله مما يتعارض مع الاعتدال إذن الحج فرضه الله عز وجل مرة واحدة فهذا من الاعتدال ولم يتركن بدون فرضه فهذا أيضا من الاعتدال لأن بعض الناس يترك الواجبات ويزعم أن هذا اعتدال لا الاعتدال هو القيام بالواجب ولكن عدم التشدد فيه عدم التنطع فيه عدم التكلف فيه هذا هو الاعتدال